نهاردة كانوا بيتكلموا على انه يبقى فيه مفاوضات انا حابب بس عليكم تعرفوا خارطة الدنيا مش ازاي يعني انه يبقى فيه مفاوضات اوكرانية روسية علشان هذا الامر لن يحل الا بالتفاوض انا عايز اقول لكم خبر والاستنتاج حضراتكم هتعملوه الخبر ان احنا دلوقتي الحرب شبه مجمدة يعني ايه يعني الروس خدوا حتة وقعدين فيها وكل ما يجيلو مزاجه يروح ضارب حتة يعني اصد انه ليس هناك تطور عسكري عجبها شديد يعني خلاص هو الوضع واقف كده ويكمل كده احنا خدنا الحتة ديت وكل ما نحب انت جاتلك سواريك جديدة الروح نضربها جاتلك طيارات جديدة الروح نضربها يعني الوضع يعني لا يوجد شيء اقدر ان انا اقول لحضراتكم انه يتطور في الحرب فواضح كده ان الروس مبسوطين بالهلال اللي عملوه على الحدود بتاعتهم وانه الاوكرانيين مش قادرين يعملوا حاجة فالدنيا وقفة كده نهاردة الاوكرانيين قالوا ايه؟ قالوا طيب احنا ممكن ندخل مفاوضات بس احنا نظن انه اول مفاوضات ممكن ندخلها اخر اغسطس يعني نبتدي طبعا اغسطس ده هما اللي بيقولوا اكيد الشهر اللي وراه هو اللي وراه فزي ما قلتلكم بارح هو قال لهم ايه؟ قال لهم انا اخد الف ادربهم في 120 يوم فواضح كده انه ربنا معانا واضح كده ان الموضوع مكمل شوية كتير مكمل شوية كتير على فكرة مش مكمل شوية كتير استنتاج او يعني هنري كيسنجر بيكلمك لا 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 خالص هو لما بيقولك انه هاعد لسه في مفاوضات اخر اغسطس فانت تعرف كده انه قدامك اربع خمس تشهر على ما يبان لها صاحب في الاربع خمس تشهر دول هيحصل ايه؟ بس انا بس بحب اشرح لحضرتك عشان حضرتك تبقى فاهم وتبقى موضة بنفسك اشتركوا في القناة